تسليم الإمارات معدات عسكرية لميليشيتها في سقطرة يأتي امتدادا للأسلحة التي أغرقت بها أبو ظبي الجزيرة خلال الفترة الماضية هكذا علق محافظ جزيرة سقطرة رمز محروس على تسليم مركبات عسكرية لميليشي الحزام الأمني التابعة للإمارات في الأرخبيل محروس اتهم وكلاء في السلطة المحلية بتأييد الشرعية علنا بينما يعملون لشرعنة ممارسات وأعمال أبو ظبي وميليشياتها في الجزيرة تعزيزات عسكرية ما كانت لتصل إلى الجزيرة لولا تواطئ السعودية ووزير النقل التابع للمجلس الانتقالي الذي أقال مدير الميناء رياض سليمان بعد أن رفض تحويل ميناء سقطرة إلى ممر للتعزيزات العسكرية القادمة من الإمارات لم يمضي عام على الإنقلاب المسلح في سقطرة وإبعاد محافظها رمز محروس حتى انهالت التعزيزات العسكرية على موانئ ومطار الجزيرة ليتحول الأرخبيل إلى قاعدة عسكرية إماراتية مليئة بالجنسيات المختلفة تصح الجزيرة إذن على أزمة وتبيت على أخرى بفعل سيطرة ميليشيا الانتقال وإسقاط مؤسسات الدولة غير أن الصمت الحكومي وتلاشي الوعود السعودية بإعادة السلطة المحلية هو الآخر أسهم في إطالة أمد معاناة المواطن السقطري ترجمة نانسي قنقر